اشتركوا في القناة الخميس اللي فات التفاق ان احنا هنتكلم في الحلقة الاثنين عن الكتالوجات طيب الكتالوجات كان اول كتالوج اشتريته في حياتي كان تقريبا سنة اثنين وتمانين انا كنت في اعدادي في كلية الطب السنة الاعدادي في كلية الطب واشتريته طبعا كان من عند خدشو هاجوبيان اللي هو تعرفينه اللي هو في الممر الكونتيننتال هو عبارة عن جزء الجزء الخاص بمصر من كتالوج سكوت الامريكاني ودي كان اول مرة بقى اشتري الحاجة دي يعني دي طبعا تلاتة وتمانين اشتريته سنة كانت سنة الدراسية تلاتة وتمانين تلاتة وتمانين حنلاحظ ان هو كتالوج سيمبل خالص وطبعا كان متصور كان بتسمى التصوير ده كان بتسمى مصدر زمان يعني حاجة كده كان لسه طالع مكانات التصوير ده ما كانتش اللي احنا بنشوفها في كل مكان دلوقتي ما كانتش يعني لسه بقت منتشرة كده فمصوره الراجل وانسكشن بتاع مصر ومدبسه ويعني كان بالنسبة لنا احنا يعني الصغيرين اللي زينا في الوقت دوت كانت حاجة فتحة مبينة يعني وازاي ان انا اعرف بقت المجموعات وكل مجموعة بتتكون من ايه وازاي وقس كنت بيمتاز ان هو حاطت بترتيب الصدور يعني هو مالوش دخل بقى ايه مش عامل زي الكتالوجات التانية حاطت التذكار الواحده والعادي الواحده والجو الواحده لا هو منزلهم كلهم مع بعض بترتيب الصدور تاريخيا يعني زي ما احنا شايفين كده ماشي زي ما احنا مشيين غاية ادي اخر طبع ملكي اللي هو ميلاد الامير احمد فؤاد وده طبعا اول مجموعة ظهرت بعد الصورة وبنمشي بقى مع الحاجات كده طبعا العلامات اللي هي موجودة ديت بالاحمر دي وبتاع انا كنت لما بجيب الطبع بقوم معلم قصاده عشان عرف ايه اللي ناقصنا ويه اللي جبته منه اللي موجود عندي منته ويه اللي موجود مختوم والحاجات اللي زي كده الصف اللي علمين ده اللي هو طبعا المنت دوت ده سعر الطبع المنت وده سعر الطبع الشمال حسب الكاتالوج يعني فدايما كل كاتالوج هتشوفه هتلاقي فيه سطرين دايما على الشمال اللي هو الاول åل الكاتالوجات كلها يعني تقليد انجليزي بتبدأ من عشمال فيبقى السطر اللي هو على الشمال ده المنت AUDIENCE والسطر اللي علمين ده المختوم هيفضل ماشيين كده هوت هتلاقي ايه الحاجات بتاعت السهورة والبطاقات اللي هي بتاعت قاعدة السهورة ظهرت ظهر قدام لده بقى الحاجة ديت دي كانت الطابع بتاعت مكتب التنسيق يا جماعة زمان بعد السنوية كنت بتروح مكتب التنسيق بيدوك ملف هما بيدوك ملف بتاخد انت الملف من ضمنه في بوكلة كبير كده كل طابع زي ديت كل طابع في اسم كلية معينة او معهد معين وانت بتلزق الطابع حسب رغباتك كان بيديك تانية استمارة كرتون كده فيها اماكن تلزق فيها الطابع مرقمة بقى من واحد لاثنين وتلاتين بتحط انت لاثنين وتلاتين رغبا طب ده ايه اللي جابه في هنا في الكتالوج وانا بكلمكم عليه لايه انا كنت بستخدم دوت ان انا بحطه في الالبوم مكان الطابع هنلاقي ان هو تقريبا يعني زي الطابع في نفس مأسات الطابع اللي هو التذكار يعني فانا كنت بحطه حتى لو في طابع تذكاري اكبر من كده كنت انا مثلا بقى احط اتنين او كده الحاجات يعني عشان بقى حاجز مكان الطابع في الالبوم عشان لما يجيب الطابع ما يعني اغلبش في ان انا حطه في مكانه وكده دي كانت من يعني حاجة كده جات قدامنا يعني وحده شغالين هنلاقي كده القلبه الكتالوج ماشي كده يعني لو تصفحنا هو هوت كل الطابع شغالة هوت المصرية كلها والبطاقات طبعا تحشوفوا الاشكال الطابع كده انتو هتحسوا ان انتو ايه الحاجات دي الصور انتو عارفينها طبعا بتاعت الطابع لغاية اخر طابع هوت كان معرض الكتاب تقريبا سنة اتنين وتمانين وسوق القاهرة الدولية دي كانت حاجات من يعني السابتة اللي بيصدر فيها طابع كل سنة كان اه اه معرض الكتاب وسوق القاهرة الدولية وطبعا قبلهم يوم البريد وعيد الشرطة والحاجات دي كانت مناسبات كل سنة بتظهر فيها طابع كده وبعدين بعد كده عمل حاجة اللي هي اله بيسموها سيمي بوست او طابع التبرعات اللي هو هتلاقي انت السعر الطابع هنا مكتوب لو انت شايف طابع الاميرة في ريال ده اللي هو طابع الطفولة خمسة زائد خمسة السعر طبعا بس يا التصوير بتاع الكتالوج طبعا مش موضح السعر بس انت هتلاحزنا خمسة زائد خمسة كل الطابع دي هتلاقي حاجة زائد حاجة اه كان الرقم الاولاني ده بيبقى اللي هو قيمة تخليص بالطابع على البريد الرقم التاني ده كان بيعتبر تبرع. اه فده مسلا كان عشان التاني ده عشان مناسبة المعرض اللي كان معمول بمناسبة مرة تمانين عام. ففيه تبرع عشان تكاليف المعرض. واخدين بالنا احنا من ايه? من الحاجات دي وحاجات برضو تبرعات للطفولة واليونسيف. وده كان عشان معرض اه ستة وستين بتاع الطوابع برضو بنجمع له ايه? بيجمع له تبرعات يعني. ففضلت اللي عملية ماشية كده. اه ماشي كان اخر طابع في الحاجة ديات تقريبا كان اللي هو الطابع بتاع اه ماما جهان السادات اللي هو بتاع ايه الوفاء والامل. افتكر في طلع حاجات بعد كده كان عشان فيه فيضانات في السودان وحاجات كده بس اه طبعا الكتالوج ده طبعا زي ما قلنا ده طابع الثلاثة والثمانين اللي بتبقى فيها طوابع اثنين وتمانين مش كاملة كمان. اخدين بالنا. بعد كده الجو اللي هو البريد الجو العادي بقى. اه يعني بيعتبر يعني فيه ناس بتعتبر ان البريد الجو ده حاجة سيكشن لوحده في البريد. او في الطوابع يعني. وبعدين بدأنا بقى ندخل على الجاب البريد بستعجل. اه بدأ الهجرة المستحقة. وبعدين حكومي الاميري بقى وكده. لغاية اخر حاجة كان الصقر ايامها بقى كانتش لسه بقى ايه? اه 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 ابو علاء اخونا حسن مبارك. وغير شال السقر. اللي هو سقر قريش شعر الدولة وخلاه يرجعه تاني النصر. فا اه اه ده كان يعني لسه معتز بيه وشاله عند الغاية دلوقتي. وعلى فكرة كنت شريب تمانيا ساغ يعني تمن قروش يعني. فده يعني حاجة من الكاتالوجات يعني يعتبر حاجة لو انت بتبدأ تجمع. ده الكاتالوج دوت اه 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 حد كان عامله اللي اسمه اللي هو حبيب رقوف او حبيب عبد الرقوف. ده كان بيتباع بقى انا بعد كده بقى اشتركت يعني في الجمعية واجمعية اللي هو هو تطابع في مصر اللي هي في عبدالخلق صروت. وده كان بيتباع في الجمعية فاشتريته. نفس القصة يعني نفس طريقة الطباعة. بس طبعا يعني الدنيا تحس بقى انها مفصلة طبعا كاتالوج سكوت لانه كبير بيشمل طابع العالم كلها. فكان بيعمل الطابع يعني مزنة الدنيا وبعضها ومصغر الفونت. ده بقى كده وبقى بقى دي يظهر في ايه الكتابة بالعربي وحاجات زي كده ويوصف الحاجات بالعربي والاسعار طبعا سكوت كان الاسعار بالدولار. هنا الاسعار اظن غالبا كاد بالجنيه المصري يعني. حليه برضو نفس القصة. ماشي نفس الطابع بتاعتنا متصورة. بيختلف برضو في حاجة ان كان سكوت بيحط صور الطابع واحد من المجموعة وبالذات البريد العادي والحاجات ديات. هنا بيحط صور المجموعة كاملة ما بيحط الشيه طابع واحد صور الطابع واحد بس من المجموعة لا. هنا بيحط صور المجموعة كاملة. وعمل هنا سكشن للبطاقات لوحده. مش زي سكوت تحتاطها في وسط الطابع او مع المجموعة اللي هي بتصدر معها. وبرضو السكشن البريد الحكومي والبريد المستحق ايه الاجرى المستحقة والبريد الجوي وكده يعني. والبريد المستعجل وعمل الحاجات كلها بقت ماشية مزبوطة. يعني هنشوف هنا هوت اول مجموعة مصور الطابع كلها. تاني مجموعة لان التصميم واحد فطبعا هو حاطت صور الطابع واحد والتالتة زيها والرابعة. بعد كده والحاجات دي بدأ يحط الايه? الطابع. طبعا لما طلعت المجموعة المصورة البكتوريال نزلها برضو كل طابع. الواحد ما بيحطش طابع واحد بس زي سكوت. ده كان اعتبر تاني كتالوج انا جبته. بعد كده جبت. العملية بقى يعني اتطورت معاه شوية. جبت بقى ايه الاخ ده كتالوج. اللي عمله سيوليون بليان. يعني انا باعتبره ان هو مصري من اصل فرنسي. الراجل مقيم في القاهرة وعايش في القاهرة. وراجل محب للطوابع المصرية ويعني من اعضاء الجمعية وراجل كان راجل محترم. طبعا هنلاحز بقى ان الطباعة فخرة. ده الجزء التاني احنا سيبنا منه دلوقتي. ده اول جزء. كان عامله سالة تمانية وتسعين. اه طبعا هنلاحز ان الطوابع العملية فيها اه يعني اه بيبدأ يشرح الطوابع بقى المجموعات الكلاسيكية الاولانية. دايما هنلاحز في كل الكاتالوجات ان هي بتاخد شرح طويل. لان الحاجات دي اندرست كتير. معلش انا يعني ماسك الحاجة البصور بها في ايدي فعشان كده بتتهز. بس يعني انتم كده ايه شايفين. طبعا الورق مسقول. طبعا ده كان فيه منه طبعة بالالوان على فكرة. بس انا طبعا يعني ايه اه كانت الميزانية ما تسمحش بيها يعني فان ايه جبت الطبع لابق لابيض لو سود لانها كانت ارخص شوية. فحنلاقي برضو ايه الشروح بقى يعني واخد التفاصيل التفاصيل في الشرح. كل ده بيشرح في المجموعة التانية. يعني زي كده. هنلاقي الطبعة طبعا كده ايه انضف واحسن واوضح. ومشي بقى كده وكل التوابع مشيت زي الحاجات التانية. اهوت. والاسعار برضو هو اول في اول الكتاب انها بالجنيه المصري. فا اه العادي الاول. ومشي البريد العادي خلصو الحكومي وكده وبعدين اه اه بدأ البريد التذكاري بقى من اول الفترة الملكية طبعا انا ايه مش عايز اطول عليكم يعني فا يعني هنشوف الحاجات كده اهوت. تلاحظ الحاجات وهنا برضو حطت البطاقات مع المجموعات بتاعتها مش عامل البطاقات في سيكشن لوحده. بدأ هنا جاب سيكشن بتاع فلسطين اللي هي الطوابع اللي توشحت فلسطين او احيانا بعض الادارة المصرية لقطاع غزة يعني لما كانت مصر بتدير قطاع غزة فبقت تستخدم الطوابع هناك نفس الطوابع المصرية بس كان بتتوشح او بينطبع عليها بالحبر كلمة فلسطين قبل ما بعد كده بقوا يعملوها بتصميم نفس التصميم بس بلون مختلف وكلمة فلسطين بتبقى مدمجة في الايه في الطباعة بتاعت الطابع زي الحاجات دي كده وهيت بقت كلمة فلسطين مدمجة في الطابع نفسه وفي نفس بس بلاقيه بلون بلون مختلف عن اللون بتاع الطابع اللي صدر في مصر هو عمل جزء تاني سنة 2007 اليوم بليان نزل جزء تاني طبعا بقى ده انا جبت اللي بالالوان بقى كانت العملية يعني بشبشت او هو تقريبا كان نزل بالالوان بس فانا جبت يعني فانا جبت منه نسخة طبعا لان انا عندي الجزء الاول فطبعا ايه جبت الجزء التاني هشوف طبعا الفرق بقى الحاجات اللي بالالوان يعني غير كده بس اه جاب الجزء اللي هو عامله الجزء اللي صدر بدق هو عامل ده الطابع التذكاري من اول اه سنة 98 لالفين وسبعة يعني اه بعد كده جاب هو بقى عمل الحاجات اللي كان جايبها في الالبوم في الكاتالوج الاولاني الجزء الاولاني اه عمل تعديل الاسعار بتاعتها نشرها بقى كده بالترتيب بدون ما يحط ايه صور ده يعني ايه حاجة برضو اه جديدة يعني وكاتب برضو ملاحظات وحاجات زي كده اه جاب هنا جزء برضو عن المكتب الفرنسي المكتب الفرنسي ده يعني الجماعة والطابع عارفوا ده كان مكتب اه فرنسي بيعمل في عملية نقل البريد جوا مصر بين مصر وفرنسا او مصر واوروبا عموما كان له طوابع معينة واختام معينة لغاية بعد فترة طويلة لغاية ما وكان فيه دول اجنبية تانية لها بس كان اطولهم عمرا اللي هو المكتب الفرنسي يعني في يعني هو الراجل افراط له مخصوص وكان فرعين رئيسيين يعني برضو او اطول الفروع عمرا كانت فرع اسكندرية وفرع بورسعيد اللي بيتولوا تجميع البريد طبعا من المناء الكبار يعني مناء بورسعيد ومناء اسكندرية وكده عشان الحاجات الجوابات تسافروا والاماكن اللي كان بيبقى فيها اجانب كتير اتكلم هنا برضو عن الكنترول حتى من بداية المجموعات القديمة خالص وان بيشرح الكنترول كان بيقى الكنترول دي كانت علامات تتحطى على الفروخ اثناء الطبع عشان وطبعا العلامات المائية برضو اتكلم عنها مع الكنترول والحاجات ديت وبيشرح العلامة المائية وطريقة الوضع الكنترول والعلامات المائية المختلفة بتاعت المجموعات المختلفة كل العلامات المائية طبعا هنلاقي كل الكالتالوجات بتفرد قسم محدد للعلامات المائية وكل كالتالوج بيرقم العلامة المائية بارقام عشان بعد كده لما بيحط لك سورة الطابع او المجموعة بيقول لك العلامة المائية رقم كذا انت بتبقى عارف على حسب الكالتالوج هي العلامة المائية ديت وبعدين رحيتكلم هنا عن ارقام الكنترول اللي هيكت بتبقى في كل فرخ وطبعا بيبقى معروف ان الركنة اللي فيها الكنترول بتبقى اغلى طبعا من الهي طيب في ناس بتجمع الكنترولات دي بس وكاتب بقى الكنترولات كلها وايه واسعارها طبعا دايما شايفين كده الكنترول وسعره فطبعا اعمل جزء كبير عن الكنترولات العلامات المائية برضو بيتكلم عنها والحاجات اللي ايه اللي بتحصل والاخطاء اللي ممكن تحصل في العلامات المائية وده الكنترولات بتاعت الطابع الجمهوري برضو تكلم عنها في الاخر هنا بقى افرد قسم بسميه اللي هو الاخر قسم العامل عن الاقتلافات والاخطاء اللي حصلت والبليت فلوز يعني الحاجات اللي هي بتبقى رطوش في اللوحة بتاعة الطباعة كده زي الحاجات مثلا علوش السادات وعبد الناصر والحاجات دي اه اتكلم عن الطابع اه الحديثة والحاجات اللي فيها من اول فؤاد كده و اه وفاروق والباقي كله بقى ايه الحاجات الجمهوري متكلم عنها كلها كل الحاجات متكلم طبعا مسجل منها حاجات فيه حاجات طبعا برضو فاتت منه فيه بعد منه الناس سجلوها وطبعا ما ننساش اخونا المحترم البشواندس جمال الخباز اللي هو يعني يعتبر مرجعنا كلنا في حتة الحاجات الفرايتز ديت وطبعا له اكتشافاته المحترمة اللي هو بيسميها باسمه كمان ده يعني سيكشن الاخطاء ماشي بقى بيها تاريخيا كده في الطابع بكل سنة يجيب الطابع والحاجات الفلوز او الفرايتز اللي هو ايه اليوم بليان مسجلها اه الناس اللي بتاقي بتحب تجمع الحاجات ديت و بتدور عليها الناس اللي شايفة ان الفرايتز والحاجات دي كلام فاضي براحتهم يسيبهم منها ما يغلبوش نفسهم اه طبعا ده مسيو بليان يعني لو عايز تعرفش تشوفو يعني ده بعد كده كان فيه طلع كتاب اسمه نايل بوست بتاع استاذ جوزيف شالوب مصري برضو اعتقد يعني بس طبعا انا مش عندي يعني فما جبتوش فمش عندي بعد كده طبعا طلع الاستاذ بقى ايه او الباشمهندس مجدي مختار عمل الكتالوج بتاعه ده اللي هو يعتبر ده اخر كتالوج نزل عن الطابع المصري لان موضوع الكتالوجات ده مرهق وطبعته مكلفة دلوقتي وكده فيعني ما بينزلش كتالوج كل سنة يعني ولو ان احنا كنا بنتمنى عليه يعني ان هو كل سنة يزود قسمة او كل سنتين يزود ملزمة كده اه تنزل للناس اللي عندها الكتالوج تكمل بيها حنلاقي برضو الكتالوج اه بتاع الباشمهندس مجدي لو حنفر مع بعض كده بدأ برضو سيكشل بيتكلم عن العلامات المائية في الطوابع المصرية من اول مجموعة ومرقامها كلها كل واحدة عمل لها رقم حتى المقلوبة عمل لها رقم برضو يعني دي دي رقم عشرة فلو مقلوبة مسميها عشرة بيه عشان اه 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 الناس لما يتكلم في الكتالوج بعد كده ميعودش يوصف العلامة لأ هو بيقول العلامة رقم كذا انت بتعرف على طول حتى العلامات بتاعت الاستيشنري برضو الاستيشنري اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا حنشرحه بعد كده وحنفرد له حلقة اه كتبها برضو احطتها برضو والحاجات برضو اللي يعني نسميها في الجري او الزركشات اللي في الاستيشنري اللي هي بتبقى في الظرف من جوه حتطلها برضو ايه افرد لها ايه كده وبعدين بيشرح بقى هنا كده ترتيبة الصفحة ازاي يعني الرقم الطابع وفية الطابع والحاجات ديت مش عايز عشان ما اطولش عليكو يعني ان ناخد فيها وقت طويل اه تكلم هنا برضو عن اه الحاجات اللي ما صدرتش يعني فيه طابع كانت حتت عمل وما صدرتش زي ده طابع افتكر كان حيبقى اه حينطبع فيما بعد بناسهم ده شكله كان عشان حيبقى اه اه اجرى مستحقة ده مجموعة اه مهرجان الربيع ما صدرتش برضو المجموعة ديت مجموعة يعني كانت جميلة جدا بس مجموعة الازهر اه 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 لو حضراتكم يعني عندك المجموعة الازهر ديت اه اه اللي هي الاصدار اللي صدر بعد الثورة هتلاقي فيه تاريخ مبوع هنا لان هي ديت كانت هتصدر ايام الملك فاروق احتفالا بالفية الازهر وكده بس يعني لخلاف سياسي بين ادارة الازهر وبين الملك فاروق يقال يعني ان هو عايز ان الازهر يطلع بيان ان الملك فاروق من الاشراف يعني من نسل النبي عليه الصلاة والسلام وشيخ الازهر فوقتها رفض فالراجل يعني عشان يعقبهم ما طلحش المجموعة دي حكايات بتتقال بس يعني ما نعرفش مدى صحت ففضلت ميتشيالة المجموعة ديت في مخزن الهيئة لغاية بعد الثورة تم تعالية التاريخ الجديد تاريخ الهجر الجديد هنا في المكان ده كده وصدرت المجموعة بدون الطابع الاولاني اللي هو الستة مليم وحتلاحظ ان دي بعد الثورة يعني في سنة 65 مثلا صدرة او في اخر الخمسينات المجموعة ديت هتلاحظ حضرتك ان هي العلامة المائية بتاعتها العلامة الملكية اللي هي حرف الفيه والتاج بعكس الطابع اللي صدرة في الوقت ده اللي هي كان عليها ان العلامة المائية بتاعتها شعار الجمهورية وبدأ طبعا بالمجموعات التذكرية افرض لها يعني واتكلم بقى عن الكنترولات والغلطات او التنوعات والفلوهات اللي ايه اللي فيها يعني الباشمهادس مجدي كان بيحط مع كل مجموعة لو الحاجات بيذكرها الحاجات اللي هي ايه لو فيها غلطات او فيها اي دفوهات او زي ما تحب تسميها حضرتك سميها كان بيذكرها مع ايه مع المجموعة نفسها ما عملهاش سكشن مخصوص مش بقى بالتسكار كله كده بنفس النظام بيتكلم عليهم بالترتيب طبعا بقى نشوف بقى جمال بقى التصوير بالالوان وطبعا الكتابة والشرح والمناسبة حتى الكمية المطبوعة وكان بيحط سعر الفيرس تيدي كوفر كمان وحط الصورة برضو للعلامة المائية ويعني تحس ان الدنيا بقت ايه اروأ واحسن كده واجمل وطبعا زي ما اتفقنا ده سعر المنت وده سعر المختوم وطبعا ده سعر سعر المحطوط في الكاتالوج ده بالدولار حنمشي برضو المجموعات كده كلها كده ماشي الباشماندس ماجد السكشن ده كله الحاجات اللي هي ايه التسكاري غاية سنة الفين وكام ادي الفين وتلاتة طبعا والفين واربعة هنشوف الطابع بقى بدأت الطابعة حتى يعني تتحسن وجابه مطابع جديدة الناس يعني هو الفين وتسعة اخر طابع اللي هي الفين وعشر الكتالوج ده تريبا صدر في الفين وحداشر حاجة كده يعني او اخر الفين وعشر اول الفين وحداشر اه اه كده وبعدين جاب البطاقات في سكشن لوحدها ما حطهاش معها لطابع زي الكتالوجات تانية فحنلاقي ان الكتالوجات بتختلف برضو طبعا دي دي بطاقة الكشافة يا جماعة يعني اللي تعتبر اغلى بطاقة في البطاقات المصرية كلها يعني واللي موجود منها عدد قليل جدا يعني فعشان كده هي تعتبر غالية هنشوف بقى بقية البطاقات كلها ماشيين لغاية نوصل للاخر وبعدين في الجزء ده لهو الكتالوج ده مجلدين اتنين اخر حاجة في المجلد ده بقى اللي ايه البوستالستيشنري بقى دق بالكارت وبرضو لما بتبقى فيه حاجات غلطات ولا حاجة زي كده بيظهرها موجودة ايه هنا بيحطها برضو مع الايه مع الحاجة بتاعتها جنب الصورة الاصلي بيحط الصور اللي حاجات اللي فيها غلطات زي الطباعة اللي هي المقلوبة والطباعة المترحلة والحاجات اللي زي كده ديت كلها طبعا راجل حطتها خلق الكروت كلها وبعدين ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كان فيه الازرف الصغيرة وحتى الفلابة بتاعت الظرف فيها اختلافات فكان برضو بذكرها المهندس مجدي برضو في الحاجة ديات انواع بقى مختلفة من الازرف الازرف بتاعت البريد المسجل والازرف اللي هي اللي صدرت والبريد الجوي والليترشيت والحاجات اللي زي كده كلها ايه او الايروغرامات كان حطتها المهندس مجدي لغاية اخر حاجة اللي هو الكاسد بوست والمحازم بتاعت اللي هي بتاعت الصحف اللي كانت الصحف الناس اللي عاملة اشتركات في الصحف زمان كانت بتاعتلهم وكان بيبقى لها ريت مخفض فبتتلف بيتطبق الجرنان ويتلف بحاجة كده بتسمى محزمة يعني فكان بي ايه بتحطي مطبوع عليها طابع مخصوص برضو عشان يروح وبعدين هنا البشماندز مجدي برضو زود حاجة اللي هي طوابع السودان اللي احنا عارفين ان مصر والسودان كانوا بلد واحدة فكان برضو البريد السوداني كان بيتحطي ايه بدأ في بدايته كان كلمة السودان بتتوشح على الحاجات المصرية سواء كانت ستيشنر كمان او طوابع بس الموضوع ما طولش طبعا حتى برضو محزم البريد ده كان الجزء الاولاني طبعا الكافر شايفين تبهدر ازاي لان انا بذاكر فيه كتير الجزء التاني زايه برضو ده حتى الكافر بتاعه ضاع بدأ بقى معانا بالحاجات اللي هي برضو التجارب والحاجات اللي هي كانت بتتعمل عشان الطوابع المصرية والبروفات بتاعت الطباعة وكده بدأ هنا بقى بالبريد العادي طبعا المجموعة الاولى اللي كانت الكتاب عليها بالتركي وبعدين بعد المجموعة الاولى المجموعة التانية والمجموعة التالتة هلاحظ طبعا في الحاجات ديات ان يعني الشرح كتير جدا في كل الكتالوجات يعني طبعا نسيت اقول ان كان اول كتالوج ظهر في مصر اللي هو كتالوج زهيري كان عنده والله منه نسخة بس يعني كانت قديمة او متبهدلة ومش عارف راحت فين يعني وبعد كده طبعا بدأت تظهر الحاجات التانية ديات المستعدية طبعا دي كلها بروفات ايات والكانسل دي والحاجات ديات وكل دي كانت حاجات بروفات وطبعا هنا برضو زي ما احنا شايفين الفلوهات والدفوهات والحاجات ديات بيجيب لها ايه في نفس الصفحة مع الطابع الاصدارات السليمة يعني بيحط الحاجات بتاعت كل طبعا الثلاثة برضي بعد الثورة كان فيه ستوق كبير او من الطابع اللي عليها سورة الملك عشان يستفيدوا في التخلص البريدي ولسه ما طبعوش طابع جديدة وكده فكان عملوا الثلاث تشورة دولم طبعه في مطبعة البريد ومطبعة السك الحديد ومطبعة المساحة على وش الملك يعني طبعا بدأت تظهر بقى الحاجات الجمهورية بقى والنصر ووما الى ذلك والسد العالي وطبعا الحاجات دي بقى ايه ظهرت كده لغاية بقى ما نوصل للحاجات الجديدة بتاعتنا خلصنا العادي برضو بدأنا بالجوي لأول مجموعة الجوية وطبعا شرحها بالتفاصيل واللي يعني بتوسع واسهاب يعني وحتى وذاكر طبعا برضو الاخطاء والحاجات اللي فيها وماشي هالطابع الملكية حتى الجمهورية حتى التسكاري عملوا في نفس السكشن بتاع الجوي لو كان في بعض طابع تسكاري بقى مكتوب عليها جوي فبنعملها وحطت برضو ايه الغلطات والحاجات حطتها وبعدين الحكومي برضو هعمل له سكشن و هنلاقي برضو المستحق والحاجات ديات والحكومي زي ما هو معمول وبعد منه المستحق نفس الحاجات بقى وبردو طلع بقى ايه برضو طابع فلسطين برضو عمل لها ايه سكشن لوحدها برضو طابع بتاعت فلسطين انا حلاح الزعوة عن الصورة اوضحة هيت ان كلمة فلسطين في التصميم و هتلاقي الطابع دود بلون تاني مختلف عن لون الطابع لنفس الزار لنفس المناسبة اللي طالع مش مكتوب فيه كلمة فلسطين طالع للاستخدام في مصر مش في غزة يعني هتلاقي ان الطابع ده بلون مختلف هيفضل المشين بقى كده برضو كل طوابع فلسطين وبردو عمل سكشن لطوابع السودان سكشن لطوابع السودان كمان و المكتب الفرنسي برضو اعمله سكشن برضو طبعا يعني اه يعتبر شامل حتى البريد الحربي برضو البريد الحربي ده كان بناءا عن اتفاقية بين الحكومة المصرية او البريد المصري والقوات الانجليزية اللي كانت في مصر ان الطابع بتاعيزين هما الجوابات بتاعت العساكر بتاعتهم بتبقى بريد ارخص فاتعمل لهم طابع مخصوص ولهم سندق مخصوص يحطوا فيات الجوابات بتاعتهم وكده وتبقى من المجندين الانجليز لأهاليهم برا في انجلترا بس ما لهاش اي استخدامات تانية ولو تحط في اي صندوق تاني غير السندية المخصصة لهم المفروض ان كانوا بيتغرم برضو طبعا اتكلم عامل سكشن برضو عن الكنترول نومبرز بيتكلم عنها وطبعا شريحة برضو وكاتب ومساعر بقى الكنترول نومبر بتاع كل طابع ما بحط الصورة بس هو كاتب الرقم انت بتوصل بتجيب الرقم بتاع الطابع لان كل طابع في الكاتالوج محتوت له رقم والاسعار وكده هنلاقي سكشن كبير جدا عامله الباشمهندس مجدي عن الكنترول وفي الاخر حاطت بقى ايه؟ بعض المصطلحات الخاصة بهواية ايه؟ الطابع بيشرحها لنا ده يعني الباشمهندس مجدي طيب هل كل الطابع كل الكاتالوجات قصدي؟ يدوب بتتكلم كده ورص الطابع كله لا فيه برضو كاتالوجات تتخصص في حاجات معينة جوه طابع ده طابع عن البرفنز او طابع المخرمة ده كاتالوج قصدي عن الطابع المخرمة البرفنز التخريم ده يا جماعة في الطابع تلاحظ انت كده ان الطابع وشه فيه تخريم اهوت دي كانت الشركات والحاجات دي بتستخدم البريد انها تتترسل مع عملائها مع شوكائها مع كده فبتبقى الطابع دي عهدت موظف طب الشركة عشان تضمن ان الموظف ما يسرقش الطابع مثلا الطابع ويباح او يختلس منه او يستخدمها استخدمات شخصية كان بتتخرم كده الحروف الاولانية من طب بعد صورته من الظاهر الحروف الاولانية من اسم الشركة فده الراجل ده عمل الكاتالوج دوت كده يعني كل الطابع عملها وبيذكر اسم الشركة والحاجات استخدم من تاريخ كام لتاريخ كام وكده او يعني اللي هو المعلومات اللي قدر يتوصلها يعني واخد بال حضرتك ولو حاطت لو فيه ظرف عليه نفس الطابع دوت اللي هو بنفس التخريم بيحط منه صورة برضو فده الكاتالوج ده فيه كاتالوجات تانية برضو عن الاستيشن ريباس برضو بتتكلم عن الحاجات الاستيشن ريباس فده انا يعني كده انا حسس ان انا طويلت جدا فانا بشكركم النهاردة وان شاء الله هنتكلم في المرة الجاي باذن الله هنعرض لحضرتك برضو كاتالوجات عن العملات برضو وبرضو اه لو فيه اسئلة او حاجة او الحب يعني نوضح احنا تحت امركم اللي يسأل على حاجة ان شاء الله ونحاول نوضح بحث ان احنا نتكلم عنها في كاتالوج في فيديو جديد ان شاء الله وشكرا جزيلا والسلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة